اهلا بكم وعزائي طلاب المرحلة الرابعة في هذا الشرح المبسط لمحاضرة الانسترومنتيشن طبعا الانسترومنتيشن هو المرحلة الثانية في علاج حشوات الجذور بعد ما اطلعته من قبل زميلي دكتور علي حسان على موضوع الاكسيس اوبنينج اللي هي الاكسيس طبعا المرحلة الاولى اللي يضمن لك دايراكت اكسيس من الكورونال كابتي الى الكنال والى البالب شامبر والى الاورفيسز اوب داكنال طبعا بعد الاكسيس اوبنينج اول شي نسويه هو الانسترومنتيشن طبعا قبل الاسترومنتيشن لازم ناخذ الواركينج لنث اوب داكنال الواركينج لنث ببساطة هو عبارة عن قياس المسافة ما بين الرفرنس بوينت الى الواركينج لنث ببساطة الابيكال فورامن الابيكال فورامن هي بالراديوغراف احنا نحددها مليم عن نهاية الجذر فراح يكون عدي الواركينج لنث دائما لازم يوصل من الرفرنس بوينت الرفرنس بوينت هي النقطة اللي راح نخلي عليها الستوبر اللي هي القطعة مطاطية تكون على الانتراكنال انسترومنت حتى نسيطر عليه تكونترول لنث حتى نقيس اللنث هذا اللنث يكون من الانقيسة الستوبر يكون على الرفرنس بوينت الرفرنس بوينت هي عبارة عن اما تكون مثلا من انسيز الاج او كسب او مثلا كسب اي نقطة ثابتة تكون على ممكن استخدمها كدليل لقياس الوركينج لنث الوركينج لنث الوركينج لنث مثل ما قلنا لازم ينقاس من الرفرنس بوينت الى 1 مليم shorter than راديوغرافك ابيكس لما نشوف الجذر بالأشعة نهايته لازم الريمار مالتنا يوصل من ليم ليش لانه نشوف اننا اذا كانت نهاية الانسترمنت وي نهاية الجذر فممكن انه هذا التطيق الابيكالفورامن يكون هو من ليم عن نهاية الجذر غالبا فاذا احنا وصلنا الى نهاية الجذر اللي نشوفها بالأشعة معناها الانتراكنال انسترمنت عبرت الابيكالفورامن وعبرت هذا التضيق هذا الابيكالفورامن مهم لانه يمثل نهاية الفاصل ما بين والوصول الى هذه المرحلة وخروج الريمر من الابيكالفورامن نسوي لي كذلك ممكن انه يثير انفلميشن هنا الى اخره من المشاكل اللي اه قد يسويها اه 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 او اخلي نقول بالنسبة للواركنج لنث نحدده اول شيء انه نخلي استميتد واركنج لنث الاستميتد واركنج لنث اه ناخد اشعة وبالراديوغراف ممكن احنا نسوي انفستيقاشن ونزيد هذا اللنث او نقلله حسب النتيجة الراديوغراف الاستميتد واركنج لنث منين نجيبه لدينا مثلا ابيكس لوكيتر اللي هو اندخل انترا كنال انسترمانت ونخلي هنا نفد كاثود واكو فد الكتريكال كارنت بحيث انه الريمر لما يوصل للابيكس راح الكتريكال كارنت يوصل الى اتس ماكزيموم ويأشر للجهاز بوصوله للابيكس هذا يتأثر طبعا في حالة وجود مويستشار في حالة وجود او باص او مثلا ارغانت ماتيريلا بداخل القناة فيعتبر هو استميتد يعني مثود for استميشن of the working length and not assurable type of determinant ممكن احنا نجيبه مثلا من قياسات سابقة يعني صير عدنا خبرة بحيث انه الجداول الاكوت الضيني انه الكنين كذا طوله السنترال يكون مثلا عشرين الى اثنين وعشرين الكنائين قد يوصل الى خمسة وعشرين ال working length ماته وهكذا قراءات سابقة ممكن انه تكتال سنسيشن احنا بادينا لما نخلي الريمر نتحسس وجود التضيق ووجود ممانعة بال ابيكس هذه كلها ممكن احنا ما اخذينا اشعة قبل ما نفتح هذه الحشوة الجذر وننظف ونسوي اكسس اوبنينج فالاشعة السابقة سنقدر على اساسها ال working length هذه كلها المصادر ستطيني ال estimated working length اللي بعد ما نتأكد من عده بال ال radiograph ونحدده نتوجه الى ال instrumentation ال instrumentation ببساطة هو عبارة عن shaping and cleaning and disinfection of the canal ال cleaning and disinfection احنا مثل ما نعرف الكنال بعد ما تعرض البلب الى inflammation ممكن تبقى remnant small bulb ممكن يكون invaded by bacteria ممكن يكون invaded by bacterial toxins ف we have to remove the remnants of the pulp and remove also the bacteria and its product هذا كلها لازم should be cleaned and washed from the canal بالاضافة الى ذلك احنا لازم نسوي fed widening and shaping to the canal هذا هو حتى تستقبل اول شيء ال irrigنت يوصل عدي للأبيكال بسهولة ثاني شيء حتى القتابيركة اللي راح نخليها او القتابيركة اللي راح نخليها توصل الى الأبيكال أريا وتوصل الى الأبيكال فورامن بشكل دقيق وبشكل مطلوب فهو الانسترومنتيشن عبارة عن cleaning and shaping الشكل القناة اللي نريده بعد ما نسوي انسترومنتيشن هو يكون الشكل قمعي التضيق بالأبيكس وتكون اكو يعني توسعه للقناة بالكورونا الأيري هذا يسمو فانل شيء الفانل شيء هو تايبرد smooth تايبرد preparation يعني تضيق بالأبيكس و اكو عدي توسع بالميدل والكورونا البارت هذا يسهل لي غسل القناة وتنظيفها ويسهل لي ولوج القتابيركة الى الأبيكال فورامن لازم احنا نفرق بين الانسترومنتيشن ميثدولوجي والانسترومنتيشن تكنيكس المثوات بصورة عامة هي الطريقة اللي نعتمد عليها بالانسترومنتيشن اكو عدي مثلا ممكن استخدم هاند انسترومنت فايلز هاند ريمرز انظف بها القناة اكو عدنا روتاري انسترومنت يعني تكون هالي الريمرز اتاشت هاند بيس وتكون تكون الموفمنت ما الهاند بيس هي اللي راح تسوي لي وايدنينج وكلينينج للكنال هذي يسموها انجين دريفن انسترومنتيشن اكو عدي انسترومنتيشن وكلينينج يعتمد على الالتراسونيك براباريشن يكون اتاشت بالراي الانتراكنال انسترومنت الى التراسونيك ديبايس اكو عدي مثلا تكنيكس تعتمد على الليزر تبس اندخلها بداخل القناة ويتضرب ليزر وتنظف القناة فاكو هواية متدولوجي للانسترومنتيشن ابرزها طبعا ويعني اللي لازم احنا نطلع عليه وندرسه هو الهاند انسترومنتيشن اللي راح ناخذه بهاي السلايدات الهاند انسترومنتيشن يعتمد على الفايلز اندريمارس اللي بيها طبعا هواية سايزينج وبيها مواصفات وشركات هواية انتراكنال انسترومنت و سيستمز للانتراكنال انسترومنتيشن هاي طبعا التفاصيل نطلع عليها ان شاء الله بالمستقبل بالمرحلة الخامسة اللي يهمنا حاليا هو هو شلون نسوي الانسترومنتيشن العلية اللي يسوي بها يسلموها استرومنتيشن تكنيكس لذالك إحنا مريض طالب يتهم ما بين الاسترومنتيشن تكنيكس والاسترومنتيشن ماذا اللي che جوجدنا عليها قبل شوي التكنيكس هyect urban مالطريقة التي تسوي بها استرومنتيشن الآلية أكو طريقة لدى الانتراكن نتجي على script نوسع القناة للفول واركينج لنث يسموها هذه الطريقة الكونبنشنال اكو طريقة بانه نوسع القناة للفول واركينج لنث ثم بعدين نتراجع بالضول ونزيد الحجم ما للانسترومنت ونرجع مليم مليم عن الافيكال اريا وهذا التكنيك يسموه الستيب باكي برابريشن اكو طريقة مثلا توسع عدك القناة عبارة عن توسع بداية القناة الكورونال بارت ثم تنزل للميدل بارت ثم توسع الافيكال بارت وهذا يسموه الكراون داون تكنيك الطريقة ماتة الكونبنشنال البرابريشن موضحة هنا بهذا الفقر بالفيز ون الفيز ون بالانسترومنتيشن هو مثلا التعدك سايز تان كي فايل او ريمر الواركينج لنث ماتك عشرين مليميتر فتوصل للأبيكس بالعشرين مليميتر وتوسع بالسايز تان ثم تنظف الانسترومنت ماتك بعد الانسترومنت ما تقطع تكبر الحجم الى سايز ففتين تقطع بيها تنظف الانسترومنت تغسل القناة تسوي الرغيشن ثم العشرين ثم الخمسة وعشرين كل هذا يوصل للفول واركينج لنث فتوسعت القناة الى سايز تونتي فايف والواركينج لنث ماتك عشرين هذا يسمو كونفنشنال وايدنينج اند بربوريشن او ذا كنار اكو طريقة ثانية تعتمد عليه مثلا تجيب الفيز تو بالفيز تو اللي يسموه ستيب باك يعني التال الخمسة وعشرين يوصل للفول واركينج لنث تجيب حجم اكبر من ريمر وتنزل الوركينج لنث تتراجع مليم فتجيب ثلاثين على لنث تس وطعش توسع القناة هنا ثم تغسل القناة وتجيب سايز خمسة وثلاثين وتوسع اقل بمليم على طول ثمنتعش وتجيب أربعين على طول سبعتعش فهذا التراجع بالسايز هو حتى نحصل على الفانل شيب اريد القناة تبقى ضيقة بالأبكس وتتوسع شوية شوية الى ان تكون عريضة بالكورونال بارت احيانا حتى اكو عديفة بيارات معينة توسع الكورونال اورفس ثم ننسوه فايلينج وهذه التدرجات نقدر احنا ننعمها نغسل القناة ونحصل على هذا الفانل شيب هذا هو الكنفنشنال والستيب باك تكنيك اللي موضح ايضا هذا الستيب باك تكنيك بهذه الفكرة نانا للأبيكال موسعها على خمسة وثلاثين ثم تراجع مليم موسع على أربعين موسع القناة على خمسة واربعين ثم على خمسين كل ريمر اقل من الفايل اللي قبله بمليم هذا التدرج ننسوه فايلينج وننعم هذا التدرجات ونقصر القناة نحصل على الفانل شيب بعد ما نوسع القناة اكبر حجم مال ريمر اللي يوصل للفول واركينج لينث يسموه ماستر افكال فايل الارجست انترا كنال انسترمنت ذات ريش فول واركينج لينث اكو طالب هنا يتوهم يجي مثلا بعد توسعة القناة مثلا بالمثال السابق مثلا اخر انسترمنت اكبر انسترمنت يقول هي الخمسة وخمسين هو الماستر ابيكال فايل هذا الشي خاطئ الماستر ابيكال فايل هو اكبر حجم يوصل للفول واركينج لينث يعني حسب المثال السابق هو الخمسة وثلاثين اللي يوصل للأبيكس فهذا يكون هو الماستر ابيكال فايل هذا الماستر ابيكال فايل لازم احنا نسجل هذا الحجم ونسجل الوركينج لينث لما ننكمل الانسترمنت ايشن بالكيس شيت لان هذا يكون مهم على اساس احنا راح نسوي نقدر نتأكد من عنده كذلك من الوركينج لينث مالتنا باستخدام الماستر ابيكال فايل باخذ اشعة ثم بعدها نسوي وننظف وننشف الكنال باستخدام البيبار بوينتس ثم نخلي انترا كنال ميديكيشن ونضي اسبوع لانه الكنال تنشف وترتاح والانترا كنال ميديكيشن والدس انفكشن يشتغل بيها الى ان نسوي اوبتوريشن فواعد الستيب باك براباريشن طبعا هو هذا الفانل شيب والوايدنينج اوف دا كنال راح يفيدني بانه بتر يكون عدي اه 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 اريكيشن الاوبتوريشن يكون سمبل لانه راح يوصل عندك القتابيركة للأبيكال ايريا بسهولة الكلينينج يكون كذلك اه جيد للميدل ثيرد واللكورونال ثيرد وراح يقطع الانفكت الدنتين بنفس الوقت يحافظ على الابيكال بارت اه نرو الكراون داون تكنيك هو قلنا لما احنا نوسع الكورونال ايريا ثم ننزل للميدل ايريا ثم ننزل للأبيكال ايريا هنا الكراون داون راح يقلل لي اه دفع ال اذا كانت نرو كنال فاحنا اذا ندفع الانسترمنت للأبيكال بارت ممكن ندفع اه مايكرو ارغانيزمز او دبريز ندفعها للأبيكال بارت او للبرأبيكال ايريا فراح يقلل اه 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 احنا نقطع راح ننظف الكورونال بارت والميدل بارت لما نوصل الانسترمنت للأبيكال بارت اه 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 ما كفد اه اشياء او مواد تشغل القناة بحيث ممكن ندفعها للأبيكال ايريا اذلك تساعدني بالقناة الضيقة لأنه اه اذا كانت القناة نرو بها كونستريكشنز فالوصول للأبيكال ايريا يكون difficult فننوسعها كورونالي بعدين نقدر نوصل للأبيكال ايريا اذا بها كارفتشر الوصول للأبيكال ايريا يكون صعب اذا وسعناها كورونالي نقدر نوصل للأبيكال ايريا تكتايل ايريا تكتايل ايريا يعني شنو يعني احنا لما راح نوسع الكورونال والميدل ثيرد ف يعني المقاومة اللي يتعرض الها الريمر اثناء التحضير الابيكال بارت احنا راح نحس ها بادينا التكتايل ايريا هو الاحساس باللمس اللي انت لما تستخدم الريمر تحس بحركة الريمر بداخل القناة واذا لقيت تضيق او ممانعة او كير فتشر راح بالأبيكال ايريا انت راح تحس بها وتسيطر على حركة الريمر اذا مثلا نوسعنا الكورونال الميدل ثيرد فالغسل والاريغنت اللي راح مدفع بالأبيكال ايريا راح يطلع بسهولة من الكورونال ايريا فبتر ايريغيش مثل ما قلنا نقدر توخر التشو رمنانس والمايكروبز قبل منوصل الريم ثيرد فتحافظ على الريم ايريا يعني انت مثلا اذا اثناء العمل يعني كان غير واضح عندك الريم و حاولت انه تعدله فممكن تعدله بسهولة بدون ما تسوي الريتيشن للبري ايريا لانه انت ما واصل للأبيكس شغلك كان في بداية العمل هو بالكورونا والمدر ثيرد ثم لما اذا تريد تاخذ اشعة وتعدل فانت يكون عملك بالأبيكال بارت كلش محدود ولفترة قصيرة هذه كله فوائد للقراون دان تكنيك مثل ما نشوف الكراون داون هو نستخدم large instrument ابيكلي large instrument ابيكلي نغسل القناة ثم نتدرج ننزل بعد ملي ثم ننزل بعد نوصل للأبيكال third طبعا هذا هنا اكو small size instrument توصل للأبيكال بارت حتى اذا جمعت بها بريز ممكن انه تطلعها نغسل القناة بين size وسائز نوصل للأبيكال بارت ونوسعها بهالحالة سوينا نحن crown down technique شوفوا هنا اذا كان اكو عندي كيل فتشر من الصعوبة انه الريمر يقطع كل هذه المساحة من الدنتين بوقت واحد بدون ما ممكن انه ينكسر ممكن سوي البرفوريشن بالقناة ف اذا انا وسعت مثلا هذا ووسعت الميدل شوفوا الانسترمنت هنا راح تدخل بسهولة للأبيكال ايريا وتلقى ممانعة وقطع فقط بالأبيكال ثير واكو عندي ال اه انترا كنال مود اوف اكشن يعني لما ادخل الهاند انسترمنت شلون احرق الهاند انسترمنت بداخل القناة الهاند انسترمنت مثل ما عرفنا بشكل اساسي هي اما فايل او ريمر الريمر يسلط على القناة ريمينج اكشن الريمينج اكشن هي عبارة عن راتيشن اوف دا فاير كوارتر تر ذن بول يعني ندخل الريمر بداخل القناة انفر هذا الريمر كلوك وايس ربع فره ثم نسحب الريمر من القناة وننظف هاي الحركة ايش راح نسوي تقطع لي من الدنتين وول وتسحب الدبريز اللي انقطعت هذي سموها ريمينج اكشن بعد ما نسوي ريمينج اكشن اذا صارت عدة تعرجات في سطح القناة نستخدم الفايلينج اكشن الفايلينج اكشن الفايل هي معناها مبرد فايلينج معناها البرد هي عبارة عن push full motion يعني التتريد تنعم سطوح القناة فهذا الريمر نحرك هذا الفايل نحرك على سطوح القناة حتى نحصل عليه smooth وال اكو عدي ما يسمى بالسير كونفرينش الفايلينج يعني نفس هذي حركة الفايلينج لكن الضغط عليه الجوانب مع الجدران القناة اي سمو سركمفرينش الفايلينج اكو عدي quarter turn الفايلينج اللي هو combination between reaming and filing action the instrument is inserted with a quarter turn rotation then moved with dragging motion to produce an oval cross section الكيف فايل اندريمر كان بي يوز اذن هو ندخله بداخل القناة ثم يكون اكو بي rotation اثناء الفايلينج action حتى يقطع وينعم سطح الجدران القناة في نفس الوقت اكو اكو عدي ما يسمى بال balanced force balanced force motion balanced force motion هي نضغط دخل ال ريمر بداخل القناة ثم انفر ربع فرا clockwise ثم نخلي اصبعنا عليه و انفر عكس anti clockwise يعني 3 اربعة الفرا اوكي ثم انسحب من القناة هذه ال anti clockwise motion الهدف منعدها انه to load the debris on the intra canal instrument يعني لما نحن نفر anti clockwise راح تحمل هنا اللي قطعنا من مواد بداخل القناة نتحملها على هذه الفلود ثم لما نطلعها ما تبقى بداخل القناة ننظف الريمر و نغسل القناة إذن هو insertion of the instrument quarter turn clockwise motion بعدين more than half turn anti clockwise بعدين هذا يكون من خلال instrument بعدين نسحب نسحب القناة by pulling motion هذه سموها balanced force motion هذه حركات هي بداخل القناة الغرض شاء تقريبا العشャفة موسيقى من حيث موسيقى موسيقى خالق من موسيقى الموسيقى عبارة الموسيقى الموسيقى of infected dentine by cleaning of dentine wall, widening of the canal and shaping of the canal. ان شاء الله هذه كانت الانسترمنتيشن اهم الخطوات اللي نقوم بها بالانسترمنتيشن والانسترمنتيشن تكنيكس والطريقة الانسترمنتيشن نطلع ان شاء الله بمحاضرة قادمة نطلع على موضوع الارغيجيشن وشلو ننعقم ونقصر القناة